مع بعض في الزيادة الهجومية عارف يوقفهم بشكل كبير جدا يعني انا متفق معاه تماما ان تشيلسي كان اكثر فاعلية لان تشيلسي طبعا اكثر خبرة وقف على الارض بشكل كويس جدا رغم الضغط العالي عليه ورغم الفرص ولكن تشيلسي هو تشيلسي يعني شخصية بطل اوروبا بتفرض نفسها وده بيرجع من خبرات وقيمة اللاعبين الكبار واحتكاكهم بمواجهات الصعبة النارية في الشامبيونس ليد في اوروبا او في البرايمر ليجع سبيل المساعد طيب انا هقدك في حتة تانية خالص ويمكن ده يمكن قاله بيتس مونت سماني شوية وكان قاله كمان من السنة اللي فاتت هو هل من الظلم كمان ان يعني بطل اوروبا على طول بطل امريكا ييجو على المباراة قبل النهائية في حين ان بطل بطل افريقيا بيمر يمكن بمباراتين قبلها او مباراة قبلها امتى ممكن نشوف عدالة شوية في الجزئية دي هل ده الماركتنج للسبونسور انه لازم يتواجد طبعا بطل اوروبا بطل تشاملز ليج يتواجد في نصف النهاية ويكون فرصه طبعا كبيرة جدا انه يكون موجود في المباراة النهائية ويمكن معرفش حسيت حتى من مباراة الهلال ان فيh push شوية انه لازم يكون تشيلسي متواجد في المباراة النهائية هل ده ماركتنج هل دوت لديه علاقة بالسبونسور انه لازم يكون بطل اوروبا موجود في نهاية كاس العالم الاندية والدليل على ذلك أن شفنا بعض من جمهور الهلال السعودي بيشجع تشيلسي. ده معناه أن وجود فريق بطل أوروبا وصوله للنهائي بيطول طبعا فترة إقامة أو وجوده في البطولة. وبيدي قوة للمتابعين والسبونسر والماركتنج أنه يزيد عدد المشاهدين والعدد الإعلانات. وبيكون فيه مكاسب. ده من ناحية المالية والاستثمارية فيه تحقيق أرباح كبيرة من وراء البطولة. وطبعا عشان كده تنفيذ البطولة في أوقات زي كده واعتمادها على الإرادات اللي بتيجي من وجود فرق كبيرة زي تشيلسي. وقبل كده ببار ميونيخ وليفربول وفرق عديد وريال مدريد أكتر من حقك هذه البطولة أربع مرات. طبعا عامل مهم جدا. أتفق أو أختلف يعني مش متفق بشكل كبير مع بيتس موسيماني فيه هل من الظلم وجود القارتين. من زي كارة أوروبا أو أمريكا اللاتينية أمريكا في النصف النهائي أو السمي فاينال على طول. وطبعا عدم وجود تكافر الفرص طبعا متعدم ويمكن. بزبط يعني الأهل اللاعب مباراة أمام مونتيري أقل من 3-4 أيام المباراة القادمة. يعني على العكس بالمراس قاعد 7 أيام موجود في إمارات. فعنده الارتحية من دراسة الخصم من يعني أنه يعيش الأجواء بشكل أو بآخر. وده لا يقلل من قوة الفرق اللاتينية أو الفروق الفنية والقيمة السوقية. ويعني عاديين نقول حنقول فيه فوارك كبيرة جدا. ولكن تكافؤ الفرص في أن تلعب مباراة والتانية وفريق تاني يكون مستني. بقاله فترة قاعد. طبعا هيكون عنده فرص أكبر لدراستك كدراستخصم وتحقيق فرص أكبر. طيب محمد معنا كوفا زيتشي طبعا طبعا لعب الوسط الروع لطبعا فريق تشي.